نبدأ بقى يا كريم أول أخبارنا مع حضراتك وخلينا نبدأ من الاهتمام الكبير جداً اللي احنا كلنا ملاحظينه من القيادة السياسية بالرياضة ورياضيين تحديدة ويمكن ده اللي بيتطضح كمان فيه الخبر اللي معانا إن اجتماع الرئيس كان مع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية إن الاجتماع ده تناول متابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والمقرر أن تصطدفها مصر في يناير 2021 زي ما احنا طبعنا الاحتفالية اللي كانت من يومين كانت احتفالية ضخمة جداً وكانت حدث بصراحة مشرف جداً الرئيس وجه هنا بتوفير جميع الإمكانات لنجاح البطولة وكمان تكون بمثابة احتفالية رياضية عالمية على أرض مصري خلينا نقول إن ده كمان أطخم حدث رياضي على مستوى العالم بيتم تنظيمه بحضور جامهيري منذ بدء هنا جائحة كورونا وزير الشباب والرياضة استعرض مختلف جوانب الاستعدادات الجارية على مستوى اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم كأس العالم لكرة اليد بما فيها هنا جهود رفع كفاءة البنية التحتية الرياضية اللي حتشملها البطولة وكمان طبعاً البطولة دي حتشهد مشاركة هنا 32 دولة لأول مرة في تاريخها وإقامة 108 مباراة في أربع صلاة مختلفة بثلاثة محافظات بالإضافة لتوفير عشر صلاة رياضية أخرى لاستضافة تدريبات المنتخبات بصراحة يعني أنا بشوف أن ده حدث مش هيبقى رياضي عادي ده حدث رياضي عالمي إحنا بنتكلم كل يوم يمكن عن السياحة الرياضية وأهميتها بالنسبة لأي دولة وإزاي بتنشط السياحة داخلياً وخارجياً فأعتقد دي خطوة مهمة جداً وكمان إحنا بنتكلم أن هي مش بس خطوة كويسة للسياحة لا إحنا بنتكلم أن فعليات أو مهرجانات زي دي هي كمان لها تأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد يعني الصورة بكل جوانبها أعتقد صورة إيجابية جداً فبالتوفيق إن شاء الله لنا هو من ناحية أنه حدث كبير فبفيش زر تشك في أنه حدث كبير وعالمي بالمعنى الحرف للكلمة كمان حيتم اختيار ما يقرب من ألف ومئة متطوع من أفضل العناصر الشابة عشان يشاركوا فيه تسيير أمور البطولة طبعاً مع وضع برنامج تدريبي مكتف ليهم للمساهمة في إخراج البطولة بأفضل صورة مشرفة كمان شاهد هذا الاجتماع عرض الخطوات الإنشائية والتمويلية لصندوق الرياضة المصري واللي يعد أول صندوق استثماري لدعم الرياضة في مصر حيث وجه الرئيس بحوكمة أداء الصندوق بهدف استدامة عوائده المالية لصالح دعم الأبطال الأولمبيين وكمان اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً وإقامة البرامج القومية للياقة البدنية والصحة العامة الحقيقة اهتمام السيد الرئيس بالرياضة فيه دايماً يعني فيه أولويات القرارات والاجتماعات وده اللي لمسناه وبنأكد عليه في كل فقرة من فقراتنا في كل يوم من أيام هذا البرنامج نروح بقى للملف كمان